حكاية الليلة يا سادة يا كرام حكاية امرأة او حكاية ام مكافحة حكاية ام بألف رجل اللي غادي تخبط بديها ورجلاتها على وديت وليدتها مش هي اللي كتحكي لنا حكايتها بنتها اللي كتحكي لنا المعاناة ديال ام ديالها والمعاناة اللي دازت منهم حتى هي وخدس مبتلاءات اللي هم عصيبة لكن الحمد لله نهار ضير عليها قلبها ممشت لحتاش يطرق عوجها ممشت لطرق ربي في الحكاية غادي تفرب ببشنو جزاها لانه لن يخيب من قال يارا ما تمشوفين قامنا في حلقة الليلة وسلام سلام ان شاء الله تكونوا بيخالوا على خير اموركم هانيا احوالكم طيبة المؤنسة ديالكم عاداتي ليكم من جديد بحلقة جديدة وعبرة جديدة لكن قبل ما غاديم دروح حلقة الليلة فما كانت تلتعت في التعليق تكتبوا لي كيف حال انتم متبعين هاد القناة وشنو قدرت تغير فيكم لا الحكاية ديالناس اللي حتى القتص الدينية من نهار تبعتوني شنو قدرت نغير في الحال ديالكم النفسي او اللي حتى الروحي غادي نكون سعيدة في اننا نقرأ تعليق ديالكم من تحت ما تبخلوش عليا وخليني نعرف شنو قدرت نزيدكم من النهار بديس فاقنا سعطرش لكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ انا ابدأ لكم من الام ديالي اللي كانت بنت البادية ما قريش وما عمرها اصلا دخرة المدرسة غير تمارة وشغل وكانت هي الكبيرة ما بين خطا فكانت هي المسؤولة على كل شيء وكأنها هي الام الام ديالي ستزوج بالاب ديالي زواج اللي كانت تقليدي ديالي بالصح بلا حب ما شفتك ما شفتيني وفي الاخير كتسمع بلي انه غير عمي اللي سيبزز هذا الزواج لانه ابا ما كانش مصوق لهذا الباب وولي ديال ديالي هو جيد جدد علي المسؤولة وهو كانت من الشرطين ولا كانش أيها كانه سوف يخدم باللاحق لذلك ربما يتم بحيث وق應該 يبعد في النواحه حتى تذهب بشيه وكانت يحصل جدد من الأخرى وهي اللي كانت يصرف على أمي بصف التي مميه في استهل العائلة وستهلار كانتpg على شكل ... الام تعالي لم يكن لديها أي شيء حتى من المكلة كانوا يعطوها لها بالعبار لم يكن تستطيع أن تشبع في كرشان كانت تقول لي كنت نجيب المكلة من عند الدار والديها اللي كانوا في العربية الزيت والعسل وكانوا هم يدخلوا لبيتها وعيشوها وسط ضغط دوزع لها 1-4 سنين دي العذاب حتى من بعد أزلوا لها في واحد البيت اللي أنا كبرت فيها بيت اللي كان صغور وبيت اخر اللي كان حداه ملاسق معه داروه لها كوزينة ومرحضة عزكم الله والمتبقي كان غير خلا كأن الحوش اللي هو كبير كان أي واحد يقدر يدخل عني لديك الدوارة لأم ديالي وسط هذا الشيء كانت واخده او لا لعبة الدور ديالها وديال الأب لي انه مكانش تيجي مره فش حال وإذا جاء مخصو يأدي حتى شيء واجيب هي كانت تجيب المام من بره وكانت تجيب الحطب والسوخ كان بعيد كانت تطر بش أنها تتخرش حد من الشجار لأنه عمي وعائل تبا لم يكن يهدروا معها انا كبرت وبدأت كان عقل على راسي 4 سنين 5 سنين لقيت عمي ومرأة عمي وكل شيء لم يهدروا معنا وكانوا يبانوا لي بحيش أعداء انا ذاك هم الجلال الوحيدين اللي كنا دائما لم يكن يهدروا معنا أما البقية جيرا كل شيء كان يهدروا معنا المهم كان أخويتي يمشي للمدرسة أخويه الكبير وكنت أنا هي الثانية قعدت كان أخويه الثالث الصغير أخويه كنت يمشي للمدرسة ولكن الأم ديلي لم يكن تبغي أنها تصفتني من نفس المدرسة لأنها ببساطة كانت بعيدة وبحكم أنا بنت فكنت تخاف عليها واخيه هي خدث دور الأب والأم فكنت حريصة علينا وخايفة علينا بدأت لي الدين ورجلين وما خلت ما قلت حتى قنعت اببه باش نكريه في واحد الفيلاج اللي كان قريب وصغير لا أعرف شيء ولكن فيه المدرسة اللي كانت تقريبا هذا الشيء سيوقع يا ناس من بعد ما ضيعت عام ديليل القرية لقد خلاني أني ندخل على سن سبع سنين المهم شيء كرينات أمه وهزينا دوك الحويج القلال وغير بيد دينا حاجة اللي كانت حقيرة ولكن أهم حاجة أننا كنا فرحانين نحن كرينا وبرج على البلسة في أنت يخدم وقنات ما طنعش العام تنقراه وعام على عام بطي يزيد يغبر حتى تقول لك يدير عام واحد أنه يغبر تقول لك يدير عامين وما يجيش يشوفنا أما المصروف تخيلوا كان كيصفت خمسمائة دران في ثلاث شهور أربع شهور الثلاثة ديال الأولاد والأمرأ وكانت تابعنا الكرة قصة الكرة كانت بوحدة بمامو الكرة تيجي كي يدقع علينا حالة وتفاصيل اللي كانوا خيبين الجيران كلهم تعرفونا وليش طليشي حويش او لا صغاروا على أولاد وشي حاجة كنحنا هم اللي كلبسوهم أما الماكلة كانت تفكر واحد جراء في رمضان ما كانت تصوم وكانت تعطينا الحق دياله ذيك الماكلة اللي كانت تعطينا عمرني من ساحيتي كلها المهم دوزنة ذي 12 عام ديال الحرمان بمعنى الكلمة كلبسو الشيطة هنأكلوا أقل حاجة غير باش نسكتو الكروش ديالنا ديك المدة ديال السنوات ما كي يجمعها غير الفم سهلة تنطق الام ديالي اضطرت باش انها تمشي تخدم عند الناس وتنقليهم اي خير تماره وطاف وديك المنطقة ما فيها اللحوان تلاوالو ما منوع المرأة انها تمشي للسوق الجيران اللي كانت تعطيهم ممي الفلوس باش انهم ميتسوقوا ليه انا ما عش طفولة كما ينبغي لانه كنت كان عاون اممتي دبافة كبرتو بديت كان ستوعب كالقبل لانه راني ما عش طفولة لانه من صغير كان مفروض علي ان ينفكر بالعقلية ديال الكبار المهم الحمدلله كافحنا حتى وصلت للسي ديام وهنا قد تلمي بلي انه باركة على هاد البلاسة خاصنا نخويها لانه ما فيها لا خدمة لا افاق لا حتى شحارة وما تقدري تدري والو اللي كادري اليوم كتعودة يغضى حتى مول الدار ما بقاش قادر يصبر معانا حتى كل شهر يسحف على رزقه قلت لأمي امتي رخصنا نهارزه ونقلبه على ريوسنا لأمي كانت شرات واحد البقعة وكانت تخبيه السنوات كلها جمعات زوجة المليون تقريبا وشرت واحد البقعة في واحد البلاسة وربس خر فيها من باعت شرات واحد اخرى في بلاسة واحد اخرى لأمي ذاك شي كنت يتيسر سوف نقريه في لأكاف دار لا تدخلها لأسفة ونقلبها مدة عامين هذه البلاسة التي قلت لها تلقيت بأحد البنت في الطريق وكانت نسمعي الأمي وخالتي جاءت لعندي وبدأت تهضر معي وكانت تعرف عليها وانتي منين وانا كنت نجعبها بكل عفوية بكل براءة بمعنى ما كنت نعرف سحراء مياد سؤالتني فين ستنزلي ستنزلي وصدفة كانت تسكن حدنا وانا ما كنت نعرف الناس تما اما خالتي معا كانت تسكنة شحالت ما في ذاك البلاسة وكانت تعرفها ذاك البنت محطت لدارهم وقالت لأمها عليها وقالت لأخذي جهة الاخيرة عند خالتي باش انها تخطبني وانا انا ذاك كان في عمرتي 18 سنة قالت على اساس باللي انه ستخطبني الولدها اللي كان في واحد البلاد اجنابي واللي كان كبر مني 13 سنة انا تحمس واحد درجة اللي هي كبيرة وقلت للأم ديالي صافي واخا ذاك شيل غادي يكون انا اصلا بغا غير بعد حيث اش كرهت المشاكل وكان عندي المشاكل حتى مع اخويا لانه ما كان شبه وهو كان عند بالوب اللي انه باش يكون مسؤول خاصه يضغط عليها وتتعصب عليها وتتنفخ عليها الدرجة ان وياه تقاطعنا لمدة 6 سنين واذا بغيت شكمني تيمشيل عند ممي وكيحاسبني وانا اصلا ما كنت ندير حتى شي حاجة خائبة فقلت لله يا ربي الحمد لله اجبت لي واحد القارب للنجاة ديالي غادي نتوج وخادي نباحات الخطأ اللي درت او لا قيل التجربة او لا مكنش اللي ينصحني او لا الله اعلم ما فكرت لا في شخص لا في العقلية دياله ولا والو انا اصلا كنت صغيرة المهم ان اصبع اعطوا ليه نمرتي قلت يدوي معي ارتحيت ليه ما عارفش وش عاجبني او لا اطمعت ان انني انبعاد من المشاكل ما كنت عارفة او لا حتى شيء من مور شهرين جسي لدار خالتي حيث البلاصة التي نتكن فيها حيث ان تأتيوا لها حيث كانت تحقيرة وكانت قبر وكانت قابو ومعادناش فراش اللي كان مقد مشينا لدار خالتي ورحبنا بهم وطيبنا لهم بعد اسبوعين قدرنا العقد في ناس الاسبوع خوه كان عنده العرس وانا اصلا كنت نقول لهم ما غاديش نمشي عند هاد الزوج اللي عقدت معه حسن ندير العرس ونصيب الوراق ديالي عاد نمشي عنده بمره هذا هو كان الشرط الواحد ديالي كان متفقين فكنت ديره باش انني غادي نحضر العرس ديالخوه ونرجعه وهو بدما يقضي الامور ديالي عاد نمشي معاه ولكن هما كان عندهم رأي واحد اخر قالوا لي يلا بقي معانا هو اصلا عنده غير شهر هنا انا ما تشورت مع الام ديالي اصلا مسكنه كانت مستضعفة ما تقدر تقول لا اه لا لا حيث كانت تفكر اذا وقفت في طريقي تقدر تخرج اما الاب اللي يهضار ويخافوا منه الناس ويضروا بحساب الناس فرا ما كانش كانوا ما كانش الموية مشيت لعندهم ونقدر نقول لكم ذاك الحرمان وذاك الطفولة وذاك الشي كامل اللي دوزتوا متع قيلة شي كانت هينة كانت سهلة قدم ذاك 25 يوم اللي خدي ندوز عندهم ذاست عليا قاه الاهانات اللي تقدروا اللي تقدروا بدوز على اي انسان كانوا كيحسبوني بحال خدمة عندهم اصلا نهاردنا العقد كأنك خديتي شخص وحطتي شخص وانا لقد قلت لي بنتي ولكنت تقول لي غير ريه اذا كنت بغمك بقى معاها عني ش تزوجتي اهيت انتي اجي ديري هادي صبني صيقي وكانت حتى العروسة الاخرى لي الله تزوجاته عرتد تاهي نفس الحاجة غير هي ما عرفتش من ناش مصنوعة كانت واحد انسانة ليه هاد ابارده وما كيتجاوبش واللي قالوا ليها كتتحك وكتنوض راه ها وخي عيروها قاع فوجها ما كتتسوقش كتقول ليه وش انا غدي ندير راسي فيهم والاخت ديال الزوج المصون كانت متلقة وعندها ولد وهو اللي كانت يخلاص عليها كل شي ذاك شي ما كانش عندي مهم في الاول ولكن من بعد غادي يكون سبب الحرب اللي غادي يشنو عليها المهم اخته كتتعامله كأنها مرتو اه تخيلوا معي كتتتعامل معاها بوحد طريقة انا نحشم نتعامل بها معاها كتتعطيه قبولات في شي مناطق لهم عيب وكتتعنقوا يمكن ذاك شي عادي عندهم وعند اي واحد والغلط اللي فيها حيث انا ما كانش عندي علاقة بخويا المهم هي كنت تقول ليه كونما كانش حرام ان انا ندوجه بالاخ كنت انا اللي غادي ندوج به ووصد ذاك الدار كان عندهم نفاق عجيب وذاك المحبة اللي كانوا يديرها غير على هذا اللي تزوج به حيث كان ممسك عليه الله اما اخوهم الاخر قاموا مسوقين له واشكله واشرب واشكله واشكله اصلا كين في هذه الحياة المهم دازت ذاك خمسة وعشرين يوم ونقدر نقول لكم نقص فيها ستاش الكيلو ايه والتي تبحل سلك ما تناكلش وغير الاهانات وانتي ماشي مراتي ماشي اصلا امرأة وانتي اصلا داركم ما فيها ما يتشاف واصلا بباك ما كانش خمسة دي المرات كان يهددني بالطلاق في ذاك المدة القصيرة جدا مدة اللي كانت كافية انا ينشوف السنة انتح حياتي كاملة مع هذا الانسان كانت يقولي بالحرف انا را نقدر نخلي الوكال اللي غادي تلقيك انا ما كنش كان قدر نهضر وكنت بحيلة محبوسة ما قدراش نخرج شي حاجة علما انه ذاك المدة كاملها كأنه حبسني وما كان نشوفش الام دي داس ذاك الوقت ومشي نوصلنا هالمطار رجعت للدار جمع تحويجاتي ومشيت عند مهمتي ووصل اللي خليكم حاشاكم مدوش معي يومين من بعد عدوة معي قلت له اخويا الله يعاونك وهنا اخيرا قدرت ندوي قلت له كل واحد اخيرا قلت له اخيرا قلت له انا محسيتش معك بانني اصلا راني امرأة هذه الوقت كاملها كنت معاه خشت معاه مرة واحدة قلت له قلت له قلت له حرفيا فمن مور ما قلت له الله يعاونك بقيت يصفت لي في المساجات لا وما بقيتش قادرة انا نجاوبه بقيت بلوكيا وخليته ومن مور عام يطلقنا هذا الشيء كامل اللي تنعود لكم را كنت نقرأ مازال في الباك كانت تحارب دوزت الدورة اللولة وانا فرحانة غادي نتخطب والدورة الثانية غادي نطلق ما حبس شو من التهديدات غادي نصفت لك شاحد اللي غادي تعدى عليك غادي نصفت لك شاحد غادي نصفت لك شاحد با عشرة لاف درهم خمسة لاف درهم غايس الخوك ويعدبوك ويقتلوك وانا بصح كنت كنت تؤثر لك لانا كنت في سن صغير حيث بوحدي ومعنديش ليدا فعلية وخيه مكانش يقدر معايا والأب مكانش لوجود ديالو بصح كنت مستضعفة فما كوش كنت قدر نجاوبه أصلا حتى غادي نصفت لها استدعات ياطلاق من مرة عام مديتكا نفكرش كون غادي عاوني ومعنديش لي عاوني أعمرني ما تخيلت أنني واحد نهار غادي يجي نوقف المحكامة بوحدي وفي سن صغير قلبيت على المحامي الراسي والأب مصوقش وخيه وقع اللي وقع وسمعت عليه الهضرة وشبك رجل وشبك أصلا خلاكم وهذه أكثر حاجة جرحاتني لدابة مقدرش ننساها وهنا يا سادة يا كرام رأيكم عارفي المجتمع العربي ديالنا تفكير دياله كيفاش دير طلقت وغادي يبدأ ذلك الموال مسكينة طلقت مسكينة طلقت وراء افتتش أنه فلان تبدل وراء اخطبات لهم وراء ارهدار احتي من عائلتي ها هضرو فيها وقالوا ما رقوا هاش شريفة لكش باش تلقها في شهرها وديك الهضرة اللي كان جرح واحد الإحساس اللي كان قاسح اللي إذا ما جربتيش مايمكنش أنا كتفهمه خاصة أنه كتزيد لك حتى الحالة المادية اللي كانت خايبة وما عندي في النهرب خاصني اندوز من نفس الطريق ونشف نفس الناس اللي هضرو فيها واذاوني وما عنديش وما كينش في النهرب خاصني نمشي لفاك حتى تسجلت فيها ونشد الطوبيس كل نهار وتمارة وروينة كحلا وما عندي حتى الحوايج ولا حتى فلوسهم كالبسط بضحة والتي كتبان منه رجلي بقوة المسافة اللي كنت كنضرب باش نشد الطوبيس في طوبيس كنت كنصافر باش نقرأ ولكن وخاها كاك فاش وليت كنمشي للجامعة مبقىش قادرة نركز الأساتي ذاكي شرحوا وذاك شي ما تيدخلش لي الراسي وعشت اكتئاب خايب الدرجة انه عمرني قدرت في الجامعة نتعرف على شي حد وكنت من خالقه على راسي الواحد الدرجة اللي كانت كبيرة دوست عامي الفلافك حتى الواحد النهار عيت والفلوس ما كينش والدار وشغالها انا اللي كنت مكلفة بها وخاصني القراءة والام ديالي خاصها تخدم باش انها توفر لنا لقمات العيش حتى الواحد النهار وانا ما راجعت والامتحانات كنت عارفة لانا ما غاديش نجح فيهم لانا وعقلي ما بقىش اصلا خدام كنتم مسجلة في واحد موقع التواصل قصد الزواج كذا بش عليكم واحد النهار دوست الامتحان ما درست فيه والو عيت مهدودة نفسيا رجعت للدار تودت لم يتكا اي نهارة ولكن هاد النهار كان عندي مميز بقيت كان دعيفي وانا مخشعة كان خويل اللي في قلبي على ربي كأنني قلت قدامه كنت كان دوي ماشي بالدعاء اللي كنت كان حفظ وكنت كان عرضه لا بديت كان دوي مع سيدي ربي باللغة ديالي ودعيت بقلبي واللي في خاطره قلته اللي قهرني واللي ما قهرني حيش بصح تقهرت ووصلت لدرجة انه الفلوس ما كاينينش واي حاجة بشتيرها ماشي بامكاني قريتك تضيعلي ومستقبالي وكلمة مطلقة لاثقافية وحتب ما مسوق ليا بقيت كان دعي ولكن ماشي كأي نهار كي بكتلكم كان يوم خاص اللي بكت فيه حتى فرغت تكشي اللي عندي داست أسبوع غدي صفت لي واحد الراجل من ذاك الموقع انا وصلت الواحد المرحلة اللي ما بقاش عندي اصلا الخطر انا ندوي مع شي حدونا نتعرف عليه لكن سبحان الله غير هو دواء معايا وقيت لي شوف هاولد الناس انا مستعدا نتعرف قال لي انا بغيت نتزوج ورقصت شريفة بنت الناس قلت لي وخا ولكن انا مطلقة دوينا نخلق جمعتنا بالياب اللي انا وضي السيد معقول ومدى الشهرين جاء واليديه وضرب مسافة حيث كان سكن في واحد دولة اوروبية باش انا ويجي لعندي وكان يمكن هذا أصر زواج في العالم انا مخديتش الدرس من زواجي اللول عاو ثاني اتصرعت ولكن بسرعة انت هذه المرة غير تزوج بيها في سيمانة فجأة شفني ورقي بسرعة خيالية وجيت لعنده ودازت سنوات اعطني الله معاه لا تنسى الولدات سنوات وانا معاه عمرو ما عيرني بالماضي ديالي لا بالفقر ديالي ولا بتلاقي عمرو ما نقص مني وأصبح هو السند في حياتي الدرجات الوليد كان نشوف فيه الأب ديالي عايش معاه حياة هادئة ولله الحمد وفرحانا معاه وأكثر حاجة فرحاني هي تنشوف ولداتي عندهم أب لي تفكر فيهم ولكن وسط هادئة شي كله طفولتي بقى عايشة معايا وأكثر من هذا الأم ديالي اللي ما كتخطاش بالي الأم ديالي اللي كان فكر فيها بالليل و بالنهار اللي ما بغتش تطلق من الأب ديالي وراهم أنه ما عايشاش حياة زوجي كي خاصة تكون تنقول لها كيفاش تصبرت يا ممتيو ما تطلقتيش كادقولي أنا خليته لربي هو اللي غادي يخلصوا الواجب ديالي كاميرا راني درته معاه فعلا تنشوفها من صغري في الغياب دياله كتخلى على الأنوث ديالها ولكن فاش تيجي عاد كتلبسه كتتقد ولكن لا حياة لمن تنادي يعني ديال الواجب ديالها و دياله و دياله و ديالي قيمة اللي هو ما يستهلها أنا عندي كيفوكت لكم ثلاثة ديال الوليدات اللي هو الشافوبة أمال أخر لا فاش نكون في المغرب ما تنقدرش ندوي ليه و ما قادرش نربط معاه علاقة باغي يشوفوا ليداتي في نفس الوقت أنا باغي يشوفوا ديما تنسوا الراسك كيفش هو مرتاح و فرحان و ضيع لنا حياتنا و ما عنده حتى شي مشكل كتبقى فيها الأم ديالي حيثش اليوم فاش وليت أنا مره وتزوجت و رجليك يبعد عليها خير شوية ما كنحش براسي مزيان و محساجة يكون معي كيفش يعجب تلك المدة كلها عليهم ثلاثين سنة مزوجة غير باسمية أنا بيني و بنا راسي تقول لي ها سمحت لك ولكن ما قادرش نربط معها علاقة و نقلب عليه و خرى ضميرتي عدبني و يقول لي أنت مسخوطة ولكن ماشي الخاطري أنا اليوم الحمد لله بعد هذا الشي كله اليوم رجعت كان قراءة و أخب وطيرة لي بطيئة لأنه وأنا أم ثلاثة نتعة و زوجة ولكن وخاكك ما استسلمش و كان شق طريقي من جديد في هذه البلال و حتى الأم ديالي عمري ما نسيتها ولا تخليت عليها عندي بزاف ديال البلانات و الطموحات اللي مدخلة فيهم الأم ديالي و كانت مننا ديالليها واحد اللائحة من الأشياء علاقة بالتضحيات اللي دات علاقة بالنا الضرجة أنه الفيلاج فاش عيشنا أو الكبرنا يضربوا بالأم ديالي المثل في الشرف والعيفة الحمد لله على حياتي اليوم هذي كانت حكيتي لكاية ابنة الأم المقاومة الأم بالفرج و ما شاء الله تهي كنشوفها إنسانة مثابرة و الحمد لله تهي مخرجتش رجلها لطرق واحدة أخرى و بقيت شده مولانا الحمد لله اللي صبر اللي كان مع ربي ربي تيكون معاه وتيعتغير الخير في الأول أكيد كن نزوم ذلك الأوقات العصيبة و الزيارة و لكن في الأخير دائما الفرج ما تنسوش أنكم تجاوبوني على شو نقدر تتغير فيكم هذا القناة التحت في التعليق دمتم في رعاية الله و حرضي انتلقوا ربما مع الغضاء ولا هذي الأيام إن شاء الله وسلام سلام